مجزي الأخبار من قناتي عدن الفضائية أهلا بكم استغبل فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بقصر معاشق في العاصمة لمؤقتة عدن استغبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وتسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن إحيا طالب ومن أعضاء مجلس القضاء نسخة من مشروع تعديل القانون رغم أربعة بشأن الرسوم القضائية ونسخة من مشروع تعديل المادة الخاصة بالديات والأروج وطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي على إنجازات مجلس القضاء وهيئاته المختلفة خلال الفترة الماضية وخططه المستقبلية للنهوض بأوضاع سلطة القضائية وفي اللقاء قدد رئيس مجلس القيادة بالإشادات بجهود وإنجازات مجلس القضاء الأعلى منذ إعادة تشكيله والدور المعول عليه في تعزيز حضور مؤسسات الدولة بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي لواء الركن فرق البحسني مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى بلادنا التيموثي ليندر كينج بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية واستعرض لغاء الأوضاع السياسية في بلادنا والجهود الأممية لإحلال السلام والاستقرار وما رافقها من ترحيب حكومي للتعاطي مع خارطة السلام وأكد لواء الركن البحسني على ضرورة التصدي للتصعيد الحوثي داعيا المجتمع الإقريمي والدولي إلى فرض الضغوطات على الميليشيا وإجبارها على وقف التصعيد والتعاطي مع مبادرات السلام التي تسعى لإيقاف الحرب وأحلال السلام وشدد البحسني على أهمية استمرار الدعم الدولي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة مشيدا بالدور الأمريكي في دعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار مثمنا الجهود التحالف بقيادة السعودية والإمارات بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور شاعز زنداني مع الغائم بأعمال السفارة الروسية لدى بلدنا دكتور يفغيني كودروف سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات واستعرض الوزير الزنداني مع الغائم بأعمال السفارة الروسية تطورات الأوضاع في بلدنا أفادت مصادر عسكرية ميدانية بأن القوات المرابطة في جبهة ثراء بمحافظة أبيان تصدت خلال الساعات الماضية لقصف على مواقعها نفذته مليشي الحوثي الإرهابية وذكرت المصادر بأن القوات المرابطة في جبهة ثراء ردت على مصادر نيران مليشي الحوثي وتم التعامل معها وأخماد مصادر نيران المعادية تسبب انفجار في إحدى مدارس محافظة صنعاء في إصابة عشرات الطلاب وقالت مصادر محلية أن انفجارا أدى إلى إصابة نحو ثلاثين طالبا في إحدى مدارس مدرية بني مطر بمحافظة صنعاء ورجحت المصادر أن الانفجار ناتج عن عمليات تدريب لطلاب على استخدام الأسلحة وزراعة المتفجرات حيث تخضع المليشي الحوثية طلاب المدارس لدورات طائفية ودورات عسكرية لتعامل مع مختلف أنواع الأسلحة تهل الموجز إلى اللقاء